اشتركوا في القناة خلينا نفتخر بالرموز الصح اللي أسسوا للعدل والمساواة والديمقراطية الحقيقية بالتاريخ سيدنا عمر بن الخطاب بكون يتمشى بسوق المدينة المنورة لقى ختيارة مكحكح قاعد بشحده بتعطى قال له ما أنت يا شيخ قال له أنا يهودي عجوز أسأل الناس الصدقة لأفل جزية ولا ينفق على عيالي قال له عمر ما أنصفناك يا شيخ أخذنا منك الجزية شابا ثم ضيعناك شيخا وبعدين أخذوا على بيته وطعماء وقال له خازن بيت مال المسلمين افرض له ولأمثاله ما يغنيه ويغني عياله هذا يهودي لكنه مواطن في دولة إسلامية ما نقص من حقوقه أولى عن حرسيه لا بالعكس كيف له الخليفة راتب مدى حياته عشان يعيش منه هذا هو عمر قبل شم يوم بيعترض شخص مواطن أردني 24 قيرات موكب الرئيس لأنه إله حاجة بدوش يشحد الزلمة بدو يحتي مع دولته بس بغض النظر إذا الحكومة بتقدر تساعده ولا لا وبغض النظر إذا كان الزلمة فعلا بيحاجة ولا لا احنا بنحكي عن المبدأ شو بقوله الرئيس مرة ثانية بتوقف بطريقة بحبسك أوف لأنه صعب حاجة بدك تحبسه الغريب أنه دولة الرئيس أقسمه هو على وضوء إلا لا يحبسه الرئيس الحطومة بقول لي حرفيا إذا مرة ثانية بتلاقيني بالطريقة هاي هاي إني أنا على وضوء وأقسمت بالله إلا أحبسه طيب مدامك وهيش ليش بتيجوا تعروا عر يوم تشكلوا الحكومة واتطجوا قاعدين القسم على المصحف وقلتوا سوف نخدم الأمة هاي الأمة هاذ الزلمة من الأمة بالدستور بقول للكونك وجيتوا لا تخدموه مش لا تعبسوه كمان يا مسؤول يا كبير المواطن يوم وقفك بالطريق يا بكون فرحان فيك يا عنده مظلمة حابي حتيلك إياها مش رح يأكلك يعني عمرك شفت مواطن أكل حكومة الحكومة هي اللي بتأكل المواطن صحيح بس العكس لا وين سعت الصدر وين بتكون تعرفوا وين سعت الصدر كمان عن سيدنا عمر وقف مرة بدي يخطب بالناس ويا دوب قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قام له واحد قال له لا سمع لك اليوم علينا ولا طاع يا عمر مش يا دولتك سيدنا عمر بطولة بال وبحسن خلق ما قال له مش عارف مع مين بتحت شي ولا بدي أحبسك ولا هجموا الحرس كسروا سنانه للزلمة قال له وليما قال له حتى تبي لنا من أين لك هذا البرد برد يعني مش برد ثوب عادي ثوب خلق ثوب الذي اتزرت به وقد نالك برد واحد كبقية المسلمين قاعد بها وشو على برد على ثوب ما زع العمر ولا حوله على المحكمة على قصر العدل قال له ابنه جاوبه قال له هذا ثوبي أنا أعطيته يا لأبو مش هنطول الثوب تبعا على خلقة وزره مش بدلة فرزاتشي ولا جورج أرماني قام الدنيا وقعدها الزلمة ومع ذلك جاوبه بطولة باله وساعة صدر على وزره مش على مليارات وقصور ودنومات وأرصدي بحسابات سرية بسويسرا قال له لا سمعا ولا طاعة أبي الله يعيني قلوبنا إحنا اللي بده يتصدر العمل العام بده يكون بأخلاق عمر ونفسية عمر وعدالة عمر واللي ما بدق على صدره يتحمل وزرها الأمة آخر قصة يوم إيجا مرسال كسرة على المدينة المنورة وسأل عن قصر الأمير قال له أميرنا ما له قصر قال له عدوين هو قال له شفنا راح هناك بين هالنخيل دور دور لقى سيدنا عمر بالخطاب نايم وحاطيده تحت خده تحت هالشجرة وقال الزلم عبارته المشهورة عدلت فأمنت ونمت اشتركوا في القناة